الآن بخصوص تحضيرات لشهر رمضان المعظم لسنة 2023 وجه رئيس الجزائرية الحكومة تعليمات وجه إلى الحكومة تعليمات بضرورة توفير كل الظروف الملائمة خلال هذا الشهر الكريم رئيس تبون شدد على ضرورة مواصلة محاربة المضاربة والاستمرار في هذا النسق طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام إلى جانب تشجيع الفلاحين على البيع المباشر للمستهلكين وتخصيص مواقع وأماكن ضرفية لنشاطهم خلال الشهر الفضيل أستاذ حيدوسي كيف يمكن لهذه الإجراءات أن تجنب المواطنين التهاب الأسعار أو أسعار الغذاء والمواد الأساسية في الأسواق الدولية خاصة أن الجزائر اتخذت خطوات استباقية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين فعلا الجزائر كما أشرت اتخذت خطوات استباقية لأنه كما يعلم جميع أن الجزائر تستورد بين 12 إلى 12 مليار دولار سنويا مواد واسعة الاستهلاك وبالتالي ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية اليوم نشهد تضخم عالمي فاق العشرة بالمئة على مستوى العالم في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا حتى في الصين التي كانت تحكم في التضخم في السنوات الماضية اليوم كذلك الصين تعرف تضخم وبالتالي الجزائر قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وهذا كان تعهد الحكومة الجزائرية والتزامها أن تحافظ على القدرة الشرائية قامت بإجراءات استباقية من خلال رفع الأجور شاهدناه منذ 2020 والحكومة الجزائر ترفع الأجور كذلك منحة البطالة كذلك رفع معاشات المتقاعدين كذلك بالنسبة للحكومة من خلال موازنة 2023 وموازنة 2022 كانت أخذت حيز كبير وغلاف كبير بالنسبة للدعم الاجتماعي الذي قارب في حدود 18 مليار دولار هذا مخصص لدعم الطبقات الهشة والمحافظة على استقرار الأسعار خاصة المواد الواسعة للاستهلاك وبتالي الجزائر قامت بخطوة استباقية من أجل المحافظة على الأسعار وشاهدنا أن الأسعار في السوق الدولي ارتفعت لكن الجزائر بقيت إلى حد كبير خاصة في بعض المواد الواسعة أستاذ الحدوثي مجلس الوزراء تطرق أيضا إلى مسألة رفع إنتاج الجزائر من مادة اليوريا 46% ما أهمية هذه المادة في ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الطفرة الصناعية فعلا صناعة البترو كيميائية تعتبر من بين أولويات الحكومة وشاهدنا أن قانون الاستثمار ركز على مجموعة من القطاعات بينها صناعات البترو كيميائية لأن الجزائر تمتلك المادة الأولية في إنتاج هذه الأسمدة لنتحدث عن الأسمدة اليوريا لأسعارها في السوق الدولي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة وحتى الإنتاج بالنسبة للمستوى العالم لوصل إلى 180 مليون طن عرف تراجع خاصة من كبريات الدول نتحدث عن روسيا عن أوكرانيا عن حتى الصين والهند اللي كانوا دولتين مصدراتا اليوم تراجع إنتاجهما وزال الاستهلاك الداخلي لهذه المادة اليوم جزائر تعول على إنتاج هذه المادة كما قلنا أن أسعارها ارتفعت في السوق الدولية أوروبا اليوم إنتاجها في حدود 10 مليون طن استحتياجاتها في حدود 13 مليون طن وبالتالي عندها عجز كبير قدراتها الإنتاجية من هذه المادة يمكن أن تصل إلى 3 مليون طن وبالتالي يمكن تلبية إحتياجات السوق الأوروبية ولما لا مضعفة الإنتاج أكثر وأكثر كما قلنا أن المادة الأولية الغاز متوفرة الأمونيا كذلك متوفرة كل متخلات إنتاج هذه المادة كذلك الكهرباء متوفرة بسعر زهيد اليد عاملة متوفرة مؤهلة وعندها خبرة وبأسعار تنفسية الخبير الاقتصادي سيد أحمد أيل حيدوسي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا